في جديد التحقيقات حول الاعتداءات التي شهدتها باريس بين السابع والتاسع من كانون الثاني يناير أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بأن تسع من الأشخاص الاثني عشر الذين اعتقلوا الجمعة في فرنسا لا يزالون موقوفين على ذمة التحقيق وقد اعتقل المشتبه بهم ليل الخميس الجمعة في المناطق التي يقيمون فيها في باريس لاستجوابهم حول الدعم اللوجستي المحتمل الذي قد يكونون قدموه لسيما لجهة الأسلحة والسيارات لأحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية ثم احتجز رهائن في مجهر يهودي شرق باريس في التاسع من الشهر الحالي وكان تم اعتقال ثمانية رجال وأربع نساء إلا أنه تم الإفراج السبت عن ثلاث نساء والأحد تم تمديد فترة استجواب الموقوفين التسعة ثمانية وأربعين ساعة أي حتى نهار الثلاثاء المقبل ترجمة نانسي قنقر